خلال شهر رمضان المبارك الكثير من الناس يتبعون عادات صحية خاطئة خلال وجبتي الصحور والإفطار ويتبعون العديد من الأنظمة الغذائية التي قد تضر بصحتهم وقدرتهم على الصيام خلال نهار رمضان للحديث أكثر حول هذا الموضوع لتجنب العادات الصحية الخاطئة خلال وجبتي الصحور والإفطار أرحب بضيفه هنا في الستوديو دكتور محمود الشيخ علي أخصائي التغذية العلاجية وطب الأعشاب أهلا وسهلا فيك مع دكتور محمود يسعى صباحك يا رب السيد صباحك وكل المشاهدين وكل عامتهم بخير دكتور يعني ندخل في الموضوع مباشرة شو العادات الغذائية والصحية الخاطئة اللي الناس بيتبعوها خاصة نبدأ مع وجبات الصحور شوف يعني بحذاته الصيام الصيام جنة صوموا تصحوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني الصيام له دور أساسي في حماية الإنسان سواء من الناحية النفسية أو السلوكية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو النفسية أو الصحية إذا فهم معنى الصيام بالمعنى الحقيقي اليوم حتى في كل كتب النوترشين الحديثة دائما في باب اسمه العلاج بالصيام فالصيام نحن نتفق له فوائد على صحة الإنسان ولولا ذلك لما كتب على كل البشرية الآن المشكلة ما بعد الصيام لأن اللي بيستثمر الصيام بشكل صحيح وما بعد الصيام من الإفطار ممكن يطلع من شهر رمضان خالي تماما من كل الأمراض مهما كانت هذه الأمراض في جسمه إذا كانت ظاهرة أو غير ظاهرة أو على الأقل أنه يخفف من الأعراض اللي بتصيبه الآن للأسف الشديد إحنا المشكلة عندنا يعني فهمين الصيام غلط أنه أنا بجوع وبعد هيك بأكل بنهم مع العلم أنه الصيام بحث ذاته صحة فيه نشاط وحيوية للأسف الشديد أول شيء الدراسات بتقول أنه من ناحية اقتصادية الإصراف بزيد أكتر في رمضان ليش؟ لأنه الأكل بزيد وشراء المأكلات بكميات كبيرة رقم اثنين تبذير في الأكل يعني من ضمن خلال نحكي عن الأخطاء تبع الإفطار أول شيء الصفرة نفسها يعني وجود أصناف كثيرة في الصفرة هذا بحث ذاته تبذير لأنه الصائم يعني عشانك دائما في قاعدة بتقول لا تشتري وأنت صائم لا تشتري وأنت جوعان ليش؟ أنه أنت راح تشتري كل شيء لكن لما تيجي تاكل ممكن تاكل شيء بسيط لأنه في الآخر هذه معدة فوجود الأصناف المتعددة على وجبة الإفطار راح تدل الإنسان نهم بشكل أكبر لأنه لو بد يدوق من كل صنف راح للأسف يدر صحته الأصل أنه أنا بحط سلطة شوربة عصير مثلا ثلاث طمرات وصنف واحد من الوجبة الرئيسية أي طبيقية أنا كنت عامله تعدد الوجبات راح يديني تناول أكبر بشكل كبير راح يديني عصر هدم رقم اثنين أنه أنا ما في تسلسل في عملية الأكل عند كثير من الناس النبي صلى الله عليه وسلم واضح إنسان يبدأ بالرطب أو الطمر في الشي يبدأ بالماء ليش؟ لأنه أنا صيام 15 ساعة ما بدي أعمل صدمة للجسم بتناول كمية كبيرة للأكل سواء للمعدة أو للبنك لأكل أعضاء الجسم يعني أنت أعمل حالة طوارئ في الجسم النبي صلى الله عليه وسلم وصنا بالرطب أو الطمر يعني لأشياء كتير منها لإحتواءه على سكريات بسيطة سريعة الامتصاص في الجسم وبتدخل بالدم وتديني طاقة ونشاط احتوائها على الماء اللي أنا بكون محتاج ورقم ثلاثة احتواء على عنصر الكلسم وراح يديني هدوء عشان هيك دايما الناس اللي بياكلوا طمر أو رطب وبيقوم بصلي بعد هيك ما بكون عنده شراه للأكل لأنه خلاص بيشعر بنوع من الكفاية والطاقة الناس في كثير من الناس أول ما ببدأ بيأدن بروح بيدخل على الوجبة الرئيسية هلقيت أول شيء أنا عملت صدبة للمعدة عملت خلل في كل عمليات الأيد في جسم الإنسان بما فيها البنكرياس أنا عملت له خربطة مع العلم أنه أو في ناس مثلا بيبدأ بتناول العصائر بكميات كبيرة المحلات خاصة اللي بتحتوى على سكر طبعا السكر جولوكوز وفركتوز راح يدخل الدام بشكل سريع لأنه أصلا هو هيكيك مهضوم وبيصير إفراز للإنسولين بشكل عشوائي ممكن يعمل ضرر للجسم ويزيد من زيادة الوزن وعدم الشعور بالشبع وعصر الهضم ومشكلة صحية شائعة أكيد طبعا لأنه أول شيء أنا أعمل صدمة للمعدة رقم شيء تناول الأكل بكميات كبيرة اللي المعدة إلها 15 ساعة في حالة من الهدوء فجأة روح أنا أدخل كمية كبيرة من الأكل راح تفرز كمية كبيرة من العصرات الهضمة اللي راح تملي حالة اضطراب ومن ضمنها عصر الهضم في المعدة أيضا من المشاكل أو خطاء اللي بتحدث في عملية الإفطار هو وجود الأملاح بكميات كبيرة وجود المخللات وبالذات عند مرضى الضغط ومرضى السكر ولا آخره فوجود الأملاح راح يملي احتباس سوائل بالجسم وراح يملي مشاكل والتهابات وتحديدا في أوائل أيام الصيام معظم الناس عندهم التهابات موجودة بجسم مش مكتشفة أو مش مكشوفة كثير في ناس بيشكوا من أمراض في الكلة ومشاكل في الكلة في شهر رمضان خاصة طبعا وللأسف الشديد كثير من الناس بيقول لك للصيام اللي عمل المشكلة لا أولا مش للصيام هو المشكلة موجودة ولكن للصيام كشف تخيل خمس عشر ساعة ما في سوائل بالجسم الكلا ما في ما في فلترة فأكيد شيء طبيعي راح يظهر عندي الالتهاب وراح يظهر عندي المغس والآخر ولكن المشكلة أنه أصلا هي موجودة ولكن الصيام أظهر عشان إيك إحنا دائما بننصح من الإفطار الترتيب في وجبة الإفطار كمان مشكلة إحنا الموضوع بسيط أبدأ بالطمر شرب الماء أصلي شربة صلطة هيك بالإنسان تقريبا بيكون شبه شبه كمان أنا بإمكاني أن أنا أحافظ على وزني بشهر رمضان المعظم الناس للأسف بيطلع من شهر رمضان بزيادة وزن مع تناول حلويات خلال وجبتي الإفطار والسفور وضيف على زيك الحجر أنه ما في طلعة فيعني بتصير بوجبة الإفطار وجود المشروبات الغازية أو العصائر المصنعة اللي بتحتوى على سكر وبتحتوى على صودا وبتحتوى على أصباغ وبتحتوى على ملونات وبتحتوى على مواد حافظة للأصل أنه أنا بصوم عشان أحافظ وأنظف جسمي من السموم مش بعد الصيام أروح أدخل سموم لجسمي طبعا مع العلم أنه المواد الحافظة هذه أو الأصباغ إذا الإنسان زاد عن تناول يعني زاد عن الكم في تناول هذه اللي هي أصلا يعني في منها بالمايكروغرام تنحط إذا الإنسان زاد عن الحد الطبيعي لتناول راح تخزن في الكبد وتخزن في الجسم وتتحول وتخزن سموم يعني حتى المية مش راح تقدر تفلتر أو تشطف هذه السموم طيب في هذا النقطة بالتحديد عفوا على المقاطع دكتور محمود يعني الناس دائما شائع أنه الأكل الدسم بيحتاج ل يعني مشروبات غازية حتى نقدر نهضمه يعني شو سبب هذا الموضوع وشو تفسيره وكيف ممكن نعالجه هو تفسيره نفسيا بس يعني يعني أنت تخيلي أي مشروب غازي أو مشروب مصنع فيه كمية كبيرة من السكر يعني كل عيل بتقولها تقريبا تحتوي من 10 إلى 12 ملعقة سكر صغيرة لا لما أنا أكل أكل دسمة الآن أنا أخد سكر ميا وسكر تمام الآن السكر هو مش محتاج عملية هضم هو السريع يروح على الأمعاء سيصير عنده امتصاص لكن الآن فيه حاجز يعيق وصول السكر هذا إلى إيه إلى الأمعاء لأنه فيه عنده أنا أكل موجود فيه خلاط شغال فوجود السكر أو السكريات البسيطة مع الأكل مع الوجبة مع مرور الوقت بيعمل لي شيء اسمه بيصير عمية التخمر وبيعمل لي تشمع كبدي عشان فيه كتير حالات بعد 20 سنة مثلا يكون عنده تشمع كبدي معروف أنه تشمع الكبدي دائما مرتبط بشرب القحول فدائما بيسأل الدكتور هل أنت بتشرب قحول وما شرب خمرة ولا قحول ولكن وجود الأكل المتخمر السكرات البسيطة المتخمرة في جسمه مع مرور الوقت عمله تشمع كبدي وعشان هيك القرآن أوصنا دائما أننا نأكل الفاكهة قبل الأكل وليس بعد الأكل فعملية أنه نقول والله الصودة بتأمل هذا عملية نفسية يعني وعشان وجود الغازات لكن أبدا ما بتأمل بالعكسية بتزيد عصر الهضم وبتزيد المشاكل في الجهاز الهضم طيب بالنسبة لوجبة الصحور شو العادات الصحية الخاطئة اللي بيقوموا فيها الناس خلال وجبة الصحور في ناس عندهم مفطورهم صحورهم يعني اللي بيزيد من الفطور لازم يختموا فيه بالصحور تمام طبعا الفطور ممكن يكون الإفطار ممكن يكون فيه طبيق فيه رز فيه إشو فيه ناس بتصحروا فيه صحيح الصحور هو وجبة أساسية يعني هو الوجبة الأهم ليش لأننا بعديها فيه عند الصيام لمدة 15 ساعة أول شيء للأسف فيه ناس برضو بيأكلوا حلويات على الصحور طبعا السكر بيدينا شعور بالعطش وبالجوع فيه ناس بتتناول الأملاح على الصحور زي مثلا الجبنة المملحة برضو هذي راح تديني الشعور بالعطش فيه ناس بيأكلوا أكلات دسمة وهذي برضو بتديني الشعور بالعطش فيه ناس بيأخذوا مثلا الأجبان المطبوخة على الصحور هذه أصلا غير صحية وراح تملي مشاكل وراح تملي عصر هضم العلم أنه الإنسان بمكن يعيش حياة كتير بسيطة وسهلة برمضان ويتناول واجبات بسيطة مثلا على الصحور أفضل ما ننصح به في الصحور أنه بلنا كربوهيدرية معقدة عشان عملية الامتصاص تكون بطيئة وما أشعر بالجوع عندنا البطاطا مثلا المسلوقة عندنا الخبز القمح الكامل النشويات المعقدة بشكل عام على الصحور يكون بروتين ممكن يكون بيض يعني ممكن لو أنا أخذ حبة بطاطا وبيضة مسلوقة ممتاز جدا الموز ممتاز جدا عن الصحور لأنه بيحتوى على بوتاسيوم والبوتاسيوم بيديش شعور بالعطش عندنا الإخيار مثلا البطيخ إذا كان موجود برضو ممتاز جدا الفول جمع الأريش أيوة نعم الفول لأنه بيأخذ وقت أطول في عملية الهضم عندك الحمص برضو لا بأس به ولكن نبتعد عن المربى ونبتعد عن الحلاوة التي تحتوي على السكر الأبيض لأنه زي ما قلنا للأسف كل هذه الأمور معظمها سكر شرب القهوة برضو على الصحور لأنه هي الدينة لأنه القهوة مدرة للبول فراحت الدينة برضو شعور بالعطش ويمكن يملي تعاب للكلا ماذا عن شرب الشاي لأنه في بعض الناس أيضا بيقولوا أنه شرب الشاي بيعمل إدرار بول فبالتالي بتحدث عندهم مشكلة صحية هو بشكل عام بشكل عام يجب أن نقلل المشروبات زي اللي بتحتوي على الكافيين سواء القهوة الشاي ممكن نشرب شاي أخضر إلا بأس بذلك ولكن هي المشكلة الأساسية بوجود السكر بكميات كبيرة علشان يعني صراحة من أعداء والمحاربين للسكر أبيض وممكن نسبدله بمحلل السيفيا الآمن اللي بيدينا طعم حلو ولكن لا يحتوي على مدار السكر أبيض ويظله شيء طبيعي وما بيرفع السكر وطعمه جيد يعني حتى الآن في قطر السيفيا والله صحيح يعني بفضل الله يعني يعني كابني النفيس يعني صبقين على مستوى فلسطين في الصناعات الصحية وبفضل الله يعني فيعنا قطر بالفعل قطر السيفيا متوفر في المولات والصيدليات وعندنا محل السيفيا وعندنا منتجات كتير بالسيفيا فيعنا حلاوة وشوكولاتة وبسكوت ونحاول دائما أنه إحنا نقدم منتجات صحية وآمنة لمرضى السكر للناس اللي عندهم سمنة اللي بدوره على صحورات أقل ولا للإنسان اللي بده يحاوز على صحته طيب هذا بالنسبة لوجبتين الإفطار والصحور طب ما بين الإفطار والصحور الكوارث الصحية من تناول الحلويات وما إلى ذلك ماذا يحدث؟ يعني في ناس يعني بعوضوا 15 ساعة بتناول الأكل من الإفطار يعني أول ما يؤدي للفطول يعني ما يؤدي للصحور أو الأدان الفجر للأسف يعني في ناس عندها شراهة بتناول الحلويات بكميات كبيرة مع العلم أنه الموضوع بسيط وسهل يعني أنا مفترض بعد ما أفطر ودائما إحنا بالفطور لا نقوم جعانين ولا نقوم شبعانين تمام؟ لو أنا قمت جعان راح أرجع آكل بكميات أكبر لو قمت شبعان مش أقدر أقوم أصلا يعني فإحنا بنقول لا نجوع ولا نشبع نقوم يعني ثلث لطعامه وثلث لشرابي وثلث النفسي كما أوصل نبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن الأصل بعد الإفطار يعني خلنا نقول بعد الترويح بإمكاني لو أنا مثلا بدعم القطايف موضوع سهل جدا القطايف على فكرة سعراتها قليلة يعني حبة القطايف هذه هي عبارة عن سميد وطحين ومية يعني ومعظمها ماء يعني هي سعراتها قليلة ممكن أحشيها مكسرات بعيدة عن السكر طبعا أو أحشيها مثلا اللبن شمينة اللي احنا بنقول عنه مع جوز الهند وشويها شوي يعني ليش أجليها ما هي المشكلة هنا في الدسم وممكن برضو أحط على قطر السيبيا أو عسل يعني أقلل قد مقدر من السعرات وأخذ شيء صحي ممكن أخذ لتنتين أو تلاتة مثلا مسموح بها يوميا مسموح لا بأس لا بأس طبع إذا كانت مشوية وقطر السيبيا تحديدا لأنه بتكون سعراتها كتير قليلة أو بعسل أو يعني قد مقدر وأنا أقلل من السكر وهيك أنا بأكل شيء صحي ممكن أكل فواكه ممكن أتناول يعني قبضة من المكسرات ما تكونش فيها ملح كمية كبيرة من الملح ولازم أنا أفكر أنه أنا شهر رمضان زي ما بدي أطلع منه خالي من السيئاتي تحولت إلى حسنات أنا كمان بدي أطلع من رمضان أنه صحتي تحسنت صحة أفضل نعم وقدرت أنه أنا أقضي على الأمراض الغير مكتشفة في جسمي لأنه أكيد فيه أننا مشاكل صحية للصيام بحد ذاته أنه هو بإمكانه أنه يخفيها أهم شيء نبتعد عن ثلاث حاجات نبتعد عن السكر الأبيض والخبز الأبيض والدهون البيضاء الخبز الأبيض يستبداله بالقمح الكامل الرز نستبدله بالبرغل اللي هو جزء من تاريخنا كعرب يعني الرز حديث على فكرة دخل علينا الدهون أنا أقصد الدهون البيضاء هي الدهون المهضرجة حتى جلد الجاج نحاول نشيله حتى الدهون اللهم حتى وإن كانت مفيدة أنا أكتفي بالدهون الموجودة في اللحمة نفسها أحاول أقلل منها الدهون المهضرجة نبتعد عنها تماما نستبدلها بزيت زتون زبدة بلدي زبدة طبيعية إذا كانت متوفرة الموضوع الثالث السكر ممكن أن نستبدله بالفواكه أو بالمحليات الطبيعية زي السيفيا أو بالعسل إذا كان متوفر خلينا يعني أركز على نقطة كتير مهمة يعني كتير ناس ما بنحكي بهذا الجانب أول ما بيجي بباله الموضوع المادي وهذه الرسالة أنا بوجيها لكل المشاهدين يعني أنت ما تفكر تفكير لحظي فكر تفكير مستقبلي اليوم لما أنا ما الأمراض المترتبة اليوم لما أنا بأشتري منتجات سيئة ورخيصة وراح تدر جسمي ما أنا بكرة راح أدفع كل فلوسي عشان على العلاجات ومش هتعالج وأنا هن يعني بوجه لكل المشاهدين يجيبوا لي مريض سكر أو مريض ضغط أو شخص عنده خشونة مفصل أخذ دواء وطاب كلها مسكنات صحيح لكن الآية واضحة فلينظر الإنسان إلى طعامه كله أشربه ولا تسرفه إنه لا يحب المسرفين اللي بيتبع القواعد هادي وقواعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتناول الطعام اللي إحنا أول شيء من سبيل صحيح تاني شيء بأخذ أجر لما أنا أبدأ بطمر أنا أخذت أجر حسنات قبل ما أنا سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنني طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أشكرك على كل هذه المعلومات والنصائح المهمة دكتور محمود الشيخ علي أخصائي التغذية العلاجية وطب الأعشاب شكرا جزيلا لك